اشتركوا في القناة كيرلينك من ITN عيش الصحة والأمان 03-546-444 70-546-444 عيش الصحة والأمان قدام مهمة هالشغلة متكل أسبوع عم نستقبل أستاذ نصور من ITN كيف صحتك؟ صباح الخير كمنا كم أسئلة وكم موضوع نحكي فيه اليوم تأمين الصحة يلي هو شغلة كتير كبيرة بأكثرية الحالات ندمن أنه ما يصفي عندنا تأمين من بعد ما تصير الحادثة من بعد ما يصير فيه مشكلة فالفكرة أنه نكون محاضرين حالنا ما هيك وانتوا عم تعرضوا كذا مشروع وكذا بروغرام للناس يلي بحاجة لتأمين أول شي كن بدأ أحكي فيه فرق بين تأمين وتأمين وبين درجة ودرجة كيف ممكن نحكي وننقل البروغرام يلي بنسبنا منع كل هالتفاوت يلي بيصير بين الدرجات بالاستشفاء ألبير في شي بدنا نقوله تدايت فيه بالأول أنه في واحد بيأخذ تأمين بقولك لقوم يصير عنده شي بالمستقبل في منهم بيأخذوا تأمين بيكون هني حاسين أنه عندهم شي معارفين فيه هذا مثل هذا نفس الطريقة لأنه إذا أنت عارف وخبيت كمان أخطر من أنك عارف بالمطلق هلأ بتصير حالات أنه واليوم صباح عندنا حالي بيأخذ واحد بيقولك أنا مدامتي من شهر بيأ عنده الكانسر ما في شي بيبين من شهر عنده الكانسر الكانسر بيبين إله عوارض إله إله هيستوري بيأخذ وقت يجي الكانسر بيبين معك يمكن أنت عم بتروح وتجي عند الحكيم أو الحكيم الخطأ أو ما عملت الفحوصات وهملت حيلك في أسباب معينة مش أوفرنايت عملنا بيت سكان طلع عندنا كانسر بلاشنا بالكانسر وهذا مش صحيح وبيقولك أنا من شهر مش مزبوط من شهر عرف ولكن المرض موجود أخذ وقت لا يكون موجود أو بده يكون في فحوصات من قبل ومخبيها ومش قيل عنها أو الحكيم بيكون عم بيعمل له فحوصات ومنه قيل له أنه هالفحوصات ربما توصل لوين أو نتائجها عم بتعرض الجهة اللي بتصدر الاستشفاء أو المندوب أو الوسيط أو العميل نفسه عم بتحطه بمأزق فيه شيء بيسموه بالتأمين الصحي هو الصراحة وهو الوضوح ولازم الطبيب بيغض النظر يعلن لهالمريض لا عم بيعمله فحوصاته من هكه نحن دايما نطلب المطيف بس منقله جيب من عند الطبيب المطيف تنفهم ليش تنقدر نكمله بيزعل بل لك هي ليش أنا بدي أعمل فحوصات أعمل فحوصات هون هيدا الخلل والتأمين طبعا عندك الدراجات نعم والدراجات هي اللي بالاستشفى بالطبابة بالغرفة العناية بالطبيب بغرفة العمليات هي واحد نفس الطبيب بس يفرق بالدراجات هو الخدمة الفندقية بالمستشفى أو غرفة دراجية أولى طخت واحد تلفزيون شوي كبير كرسي جلد نصة جلد أو الغرفة الثانية تلفزيون أصغر 17 إنش بعد ما يكون 20 إنش الكرسي بلاستيك ولكن برأيك الانتباه وال واحد نفس الشي غرفة العمليات واحد العناية المرقزة والفائقة هي واحد الطبيب هي واحد الممرضة هي واحد ما بتفرق شاء إلا الخدمات الفندقية إنه بأوروبا ما عندهم درجة أولى ودرجة تانية وفي آي بي كله مش موجود عندهم الناس سوا سوا و بدرجة وحدة وبيطببوهم بنفس النفس ونفس النمط مش لأنه هيدا درجة أولى معهم مصاري بيطلعنا منه زيادة أو بخشيش أو منستفيد منه هيدا هيدا بريستيج كنت عم تحكي عن الصراحة بس بذلت الوقت في خوف أو اعتقاد أو بالنتيجة شركية التأمين عم بتقدم خدمات ولكن الناس مرات بتفكر إنه شو لو ما بيص يعني شو بيصير إذا قالوا لا أو إذا رفضوا أو إذا يعني بيخاف المريض مرات بيخاف إنه ما تغطي بتصير دائما اليوم عندي قلت لك اليوم الصباح عندي حيلي وحب يقول لي مدامتي موجودة بالمستشفى من شهر طلع عندها الكانسر موجودة هيدا وبكون إلا عنا شهرين تليدي بدأت تنتظر فترة نعم سنة إذا فيها الحالي بعد سنة بتتغطى تلقائيا لأن الأمراض المزمنة المستعصية ما بتتغطى إذا ما عندك تأمين أو مش مصرع عنها بدأك في فترة تنتظر في فترة زمنية باقي شركات بيحطوا استثناء على طول مدى الحياة بيقلك مستثناء أو بيعطوك حدود تغطية نحن هون بدنا نصل لمرحلة إنه التأمين موجود الغطاء دائما موجود إذا بتصرح عنه أو إذا مخبرنا وين عامل الفحوصات وشوي دقيقة هاي دي الفحوصات دقيقة ما بتجي فحوصات عادية منحطها نحنا على السيستم منخبر معايدين التأمين منحضر الجهاز الإداري بس تروح على المستشفى بيلايه هالمعلومات على السكرين نحن منرتاح هو بيرتاح بس فجأة بيقلك بدنا بيتسكان نحي بيتسكان ما بتجي من الهواء بيتسكان معايدة صار في شي مرض معين مزمن عم بيشخصه هاي دي واحد أول ما بيبلش فيها نحنا ما بتتغطى البيتسكان ولا الشركات كتير ما بيغطوه هون أو إذا مش من أول سنة حاليا نحنا منساعد تنغطيها بس عم نرجع ندفع التمن لأنه بيبين عنده بيقلك تعه غطيني بيكون بعده جاي جديد هاي دي حالات بالاستشفى بدت تتعلج لازم الإنسان هو يفهمها لازم يوقع عليها ولازم يكون أكتر صادق بتعبئة الطلب تنعرف لوين نواصل ونحنا وين واصلين معه الموطيف بنرجع منقول مهم كتير الأشخاص اللي كبار بالعمر هل في صعوبة أكتر لا يفوتوا على برنامج تقمين هل بتتقبلوا هالشي هل في صعوبة معينة تعرف ألبير الكبار بالعمر في كتير مثل ليمونت الحامد بيأسروا بيستعملوا بيقولوا خلاص إنه هيدا ما من يخلوا رح بيكلفنا ما من يتنا نأمنه هيدا ما إنه مزبوط ما إنه مساواة لحقوق هالإنسان الإنسان إنسان كبير ولد طفل كبير شاب لا للعمر اللي أنت بتسميه كبير هيدا الإنسان بعده إنسان لازم نحترمه نحنا عم ناخد نتقبلهم بس وين بتصيب تجي العائلة بتقلك أوكي بدي أمن بي أو الستي أو الكبير بالعمر تكرى معينك أنت بالتأمين لأنك بتقولي بتفعها لقدي بعرف تما أدفعها كتير بروح بأمنه هيدا ما الصحيح التفكير كمان بعده خطأ لازم تجي هي ويجي جيب له بعض ناس أو عائلتها وأصحابها وكلها تهي يقدروا يساعدوا هالكبير بالعمر نحطها علىها ونصرف علىها مس بتجيبيتها نحنا نصرف وإنتي بتكون مأمنة محالة تانية هيدا التفاوت مش صحيح ومش مزبوط تكوني مؤمنة بالتأمين وبتجي كعائلة كاملة متكاملة أهلة وسهلة بناخد الكبير والصغير بس ما فيك تنقي الشخص اللي عنده أو رح بيكلف أو ما فينا نقول الشخص إنه بدنا نقول هالإنسان اللي أنت بتفكره هتكلفك كتير والباقي منقول لا هلأ ما مندفعنا وما بيكلفونا سحطهم منيحة هذا منه الوضع هوني منه كتير زابط وبتكون التأمين ما أنه حالي استغلالية والتأمين هو تعويض تعويض ومساعدة بس كمان الكل بده يتشارك والكل يكون مؤمن بالتأمين مش أنت مؤمن من هون ومن هون لا ما بتصير بس أنت برأيي أكيد أنه الأفضل واحد يبلش بكير يعني حيلا برنامج أو بروجرام واحد يفوت فيه أصلا التأمين كله لازم تأخده يترافق معك كل حياتك مثل الإيدي تبعك مش تأخده اليوم سنتين ثلاثة معك مصاري بكرة توقف لأنه هلأ الوضع منقول برجع بتحس حيلك مريض برجع بروح بشتري ما أنه هو مطبات لا تأمين هو استمرارية هون منسميها وإذا بدك تغطي دائما جي آر ما إذا بدك تستمر وتتركها وكون مدفوعاتك بانتظام خيضة هي سؤالة أخيرة قبل ما يخلص لقاءنا نحن عايشين بفترة تعرف مظاهرات وأحداث هل التأمين بيغطي هل الشلع من المظاهرات العفوية المظاهرات اللي هي مش بتعرف واحد عم بيطالب غلاء معي شي أو لا سمح الله صار شي بيكون مغطى هولي أشي طبيعية بس وقت ما بتروح لانفجارات أو إرهاب أو ثورة ما بتتغطى ما في شي بقى بيغطي الإنسان نفسه ما بيعرف حيل إذا هو عايش أو مش عايش بس إذا أنت قاطع من محل بسموه Passive War ال Passive War مغطى بس الدولة تعلن الحرب ما بيصير مغطى شكرا لزيارتك استاذ نصور من ITN مدير عام ITN رح نشوف هلقا كمينا سبوت صغير للشركة ونكمل MTV Alive من بعد شكرا صحة والأمان أغلى نعمتين بتوفرهم ITN عينية صحية كاملة ونظام راقي بينسجم مع كل أفراد العيلي ITN بتقدم لكم بطاقة Ask Blue للاستشفى بثلاث برامج Classic Essential و Gold طغطي واسعة بتشمل لأول مرة بلبنان الحالات المرضية المزمنة والمستعصية مع الاستفادة من ضمانة التجديد والاستمرارية مع ITN صحتك بأمان 03-546-444-70-546-444 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر